اشتركوا في القناة جديدة بمختلف الصيام مؤكدا بالمناسبة على ضرورة الإسراع في وطيرة إنجاز السكانات المبرمجة ولتسهيل حركة المرور من وإلى المدينة الجديدة وضع الوزير الأول حيز الخدمة الشطر الأول للطريق الشمالية الرابط بين زيرالدا والحضير الإلكترونية لسيد عبدالله على مسافة 1.3 كم وبلغة الأرقام بلغ إجمالي الوحدات السكانية الموزعة منذ مطلع 2015 بالعاصمة 68 ألف وحدة في مختلف الصيام من بينها 45 ألف وحدة موجهة للقضاء على السكان القسديري فيما فاقت نسبة تسليم سكنات برنامج عدل 40% برنامج الترقوي العمومي كان له نصيب من عملية تسليم السكنات حيث تم توزيع إلى غاية شهر ماي المنصر ما يزيد عن 7 ألاف وحدة من بين 50 ألف وحدة مبرمجة وبخصوصي المصاعب المالية التي عرفها القطاع قبل شهر رمضان المتعلقة بالسيولة فقد سارعت وزارة السكن لضخ ما يقارب 60 مليار دينار للتسوية مستحقات مؤسسة الإنجاز هذا وينتظر استحداث بنك جديد للإسكان سيتكفل بكل الملفات ذات الصلة بتمويل السكن والعقار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر